ارتفعت انتاجية مؤسسة الموانئ في العقبة بالنسبة إلى مجموع كميات المناولة بنسبة 6% خلال السبعة الشهر الأولى من هذا العام مقارنة بالعام الماضي مدير عام مؤسسة الموانئ بالوكالة منصور قوقزة قال لرؤية ان ايرادات المؤسسة زادت بنسبة 8% في الفترة ذاتها فيما زادت الواردات المحلية بنسبة 9% والصادرات بنسبة 3% واضاف قوقزة ان هذه الزيادة جاءت بالرغم من الظروف الامنية الصعبة في المنطقة والتي اثرت على بعض انواع البضائع مثل بضاعة ترانزيت والسيارات والتي نقصت بنسبة 39% قضية الحجم البضائع النوعية معينة كحديد زادت عندي بالأول 7 شهور من هذا السنة عن العام الماضي بنسبة 146% حيث بلغ تقريبا ما تم مناولته 420 ألف طون مقارنة مع 170 ألف طون لنفس الفترة السابقة وهذا ادى بالتالي الى الضغط على الاليات والطلب لزيادة عدد الاليات اكثر من كنوعية حديد او كمواد الحديد تستخدم فيها الاليات بالمناولة اكثر بكتير من بعض انواع البضائع الثانية بالاضافة للعمال وروافع من تفريخها من السفن الى الكراجات والكراجات الى المستودعات او ذل الله السحات وان شاء الله استاذ يتم تعزيز لقدرة المؤسسة بروافع حيث تم احالة 6 روافع بقدر 70 طون ورافع 120 طون لتعزيز القدرات لان معظم الاليات قديمة جدا ولم يتم احلال لهذه الاليات منذ فترة طويلة اشتركوا في القناة